اشتركوا في القناة وأن شافيز الذي يناهز الثامنة والخمسين يخضع للعملية الرابعة في علاج الورم السرطانية الذي تسبب له بتعقيدات رؤوية الصمت الذي يلتزم به الرئيس الفنزولي الآن يناقض تماما اعتياد الرئيس إلقاء الخطب المطولة التي اشتهر بها صمت المريض أثار مشاعر فنانين فبدأت أنامل كل منهم بالتعبير عن حب وأمل 14 عاما في الحكم وانتصار في أحدث انتخابات رئاسية لم يحولا دون تمكن المرض من الرئيس شافيز أعتقد أن يسوع المسيح والرب يصنعاني معجزة سوف يقدماني له معجزة وسيعود لنا هنا كزعيم لأمريكا اللاتينية كما كان يستمر العرض 15 يوما في كراكاز ثم يجول المعرض والصور في أمريكا الجنوبية معه يسافر شافيز في لوحات من رسمه ولونه جنديا ثم رئيسا فالنالون آخرون يتوقع أن ينضموا مع لوحات أخرى للمعرض لوحات عن رئيس بات في خضم صمت المرض زهدراكي بي بي سي